الكلمة محلها صراحة وإذا تشوفوا الإخراج أيضا بالنسبة لمجمل أغاني هذه الفقائزار لنحييهم من تونس إلى لبنان مباشرة الليلة يجمعنا الهواف لما على الأفآم مع المخرج علي حرب هذا المخرج المبدع الشاب المعطاء اللي عنده أيضا بصمته الخاصة في مجمل أعماله ومشاء الله ناجح ومازال أيضا النجاح إن شاء الله يتواصل لأنه المخرج هدايا عنده استراتيجية رائعة جدا خلينا ورنا الليلة في لمتنا علي مساء نور مساء الخير أستاذ مجيد حبيب القلب مساء الخير إليك ولكل المستمعين وأنا بتشكرك وبتشكر تونس الحبيبة على هاي الاستضافة وهذا طبعا شعرت لا إلي أن يكون موجود بيناتكم شكرا علي وعلي أنا حبيت نحييكم لاثنين الليلة شعرنا أيضا الرائع المميز اللي كتب يعني مجمل الأغاني الفرقة هذية اللي إن شاء الله ألف سلام عليه إن شاء الله لباس بتونسي إن شاء الله لباس وألف سلام عليه هالأزمة الصحية أيضا تمر بسلام ويرشعنا إن شاء الله معافى بإذن الله وأنا سعيد أنك أنت علي الليلة من ورنا أيضا مخرجنا بصمة خاصة بطريقة شبابية حلوة وبحماس أيضا سنتحدث الليلة بصراحة يا علي فهمتني ولا لا أنا شفت حتى حضورك يعني كحضور مخرج وشوية أيضا كواليس يعطيهم الصحة أيضا الأصدقاء المقربين لعلي لم يبخلوا علينا بأي معطأ أو معلومة الكل يشكر فيك المقربين الناس اللي يعرفوك الإعلاميين أيضا اللي موجودين في لبنان فهذا السيطة الجميل اللي خذيته يا علي إن شاء الله يعطيك أيضا نجاح أكبر وأكبر وأكبر إن شاء الله عربيا بإذن الله تسلام حبيب القلب على هذه المقدمة الرائعة أول شغلة طبعا نحن مفروض ببداية هذا اللقاء نتوجه بالتعزي لكل الشهداء اللي عم يرتقوا بغزة بجنوب لبنان بالعراق على كامل دول محور اللي هن وقفين بشكل وقفة مارد أمام الغطرس الصهيونية والأمريكية فباليدي التحية لأرواح الشهداء والله يعزم أجرهم ويصبر أهليهم والتحية الأكبر لأبطال المقاومة كمان على امتداد كامل كامل امتداد المحور لأنه بالنهاية أبطال المقاومة هذول الشباب اللي حطين دمنا على أكوفهم هن شرفنا وعزنا وفخرنا يعني إحنا ما فينا نبلش من دول ما نوجه تحية لهدول لأنه رفعوا راس الأمة العربية كلها تحية إكبر طبعا لكل شهداءنا طبعا هي تحية من القلب هذه تأتي الليلة نعرف أنه الفترة هذه الأخيرة كانت فترة ساخنة جدا الوضع المأساوي أيضا في غزة في فلسطين يعني عامة هذاك عليش أنا دماء نقول أن قلوبنا مع كل الفلسطينيين وينما كانوا ويعطيكم الصحة على الأعمال هذه الكلة اللي قدمتها أيضا بصمتك الخاصة في الإخراج علي علي هو من المخرجين المو سهل تشوفوا حاليا سهل في الكلام والسلس في الكلام لكن في الإخراج عنده باع وذراع وأيضا صعب صعب علي في الميدان طبعا نحن التحية لازم كمان نوجهها أكيد ما ننسى التحية للأستاذ علي الموسى أكيد لأنه هو حاليا يسمع فينا هو حاليا صحيح هو عب يسمعنا أنا كنت بتمنى والله يكون موجود معنا كمان بالاتصال بس حرام مريض شوي وتعرف بالمقابل الإزعية لازم يكون حنجرته حضرة بشكل كامل فهو هلا عنده رشح من الطقص عندنا هلا شوية برد بلبنان فما قدر يكون موجود معنا فأنا خي وحبيبي وأستاذ علي الموسى عشرة سنوات أموجه له تحية من قلبي وأنا طبعا كل نجاح بهذا المجال اللي أنا الله عم يكتب ليكون موجود فيه هو طبعا بفضل الله بالدرجة الأولى وبفضل لمسات الأستاذ المبدع علي الموسى إنه هو للي ما بيعرفوه الشي اللي كنا عم نسمعه من شوي وتسعة وتسعين بالمية من أعمال فرقة إزار اللي هو المدير الفني المدير العام فيها هو من لمساته وإبداعه صراحة من بعد هالعمر الطويل الأستاذ علي الموسى بمجال الفن والموسيقى والكلام أكتر من عشرين سنة أضاهم بهذا المجال بعده كالمارد بعده مستمر وكالمهر الذي لا ينضب أحسنت 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 والله يعطيك الصحة والله هو شوية فيه الكلمات العلي الليلة أما هو رأى لقاء مؤجرة يعني مش أنه حاليا نظرا للظروف الصحية إن شاء الله ألف سلامة ويرجعنا إن شاء الله بصحة ونرجع ونعمله لقاء إن شاء الله مميز ونجتمع يكون مع بعضنا علش لا يعني الفكرة مطروحة أن الكل ولي ملاع عناصر الفرقة أيضا لكل موجودين ويكون لقاء كامل بإذن الله نرجع شوية عايشك نرجع شوية أيضا للمخرج علي إن شاء الله أسمع خلي يطيب ويكون بصحة جيدة ويعمل لك عزومة هيك شنو تحبها عزومة دجاج دجاج بالفطر ممتاز والله ممتاز دجاج بالفطر أكيد أصلا زوج طرق الأستاذ علي هي بتعرفني أن أنا بحبة لهذه الأكلة فظاهر أنت معك خبر بالموضوع طبعا هي أكلتك المفضلة كاللي أنا نعرف ذهي ممتاز علي نعرف أنه خسرنا الشغل في الميدان غير غير هكي الكواليس وغير هذك وكلها حاجة لكن وقت يجيك العمل الجاهز بعد الإخراج وبعد ما أنك تم العملية لكلها ويأتي العمل الجاهز إلى المشاهد إلى المتقبل هالعمل هذي لو يشوفوا يعني تعب وتشوفوا هكي الأعصاب هذيك الكل هذيك وشنوه ما وراءها الكل سبحان الله دقائق تأتي إلى المشاهد لكن وراءها ساعات وأيام من العمل اللي حب شغلة أبدع فيه هذه مقولة نعملوا بها الكلنا نسي الكل تحب شغلك أنك فما إبداع فيه فما الضحي وتعطي من عندك علي غرامك أيضا بالإخراج ممكن خلقتة فلسفة شوية اي طبعا صحيح صحيح على الأول نسابع أنه نحن بحديثنا كيف ما بدنا نلف وندور بدنا نرجع للأستاذ علي الموسى لأنه صراحة هيدا الرجل عنده طاقة مش طبيعية يعني أول ما صارت معركة غزة معركة الطفان الأقصى نعم بيدق لي شو علي شو بدنا نعمل قلت له والله من إيدك هاي لإيدك هاي شو تحب نعمل لنعمل قال لي بدنا نواكب الموضوع كبير والقصة كبيرة ولازم نكون نحن على قد المرحلة فقلت له يلا جاهزين قال لي يلا تلفن للشباب الكرال خليهم يكونوا على أهبة الاستعداد تلفن لمهندس الصوت خليه يكون جاهز وإنت جاهز لبلش جاهز بالداتا اللي عندك لأنه بدنا نبلش نحضر لنشوف هاي المرحلة باية تجاه ممكن تروح حتى نكون جاهزين فهو طبعا بحكم شغله هو كملحن ومؤلف موسيقي نعم تواصله مباشرة بيكون مع الشعر فأنا هون أكيد يعني بدي تواجه بالتحية لثلاث شعر اشتغلوا معنا بهاي الفترة نحنا بالمناسبة بهدول تقريبا السبعين يوم اللي صاروا مرئين من عملية طفان الأقصى نحنا كفرقة إزار وعننا فرقة رديفة أخرى اسمها فرقة أرواد نحنا صار لنا تسعة عشر عمل كلهم لهم علاقة بمعركة الطفان الأقصى نعم فهدول تسعة عشر عمل أكيد بالدرجة الأولى كانوا عم يطلعوا من عند الأستاذ علي الموسوي كفكرة وكفولو أب فنحنا بهذه الفترة اشتغلنا مع أربع شعر كان الشاعر طبعا الأستاذ علي الموسوي كان له يعني كان له بعض الأشعار ببعض المقطوعات الموسيقية اللي عملناها بدي واجهة تحية للأستاذ محمد عباس لأنه كمان قلمه رنان جدا بدي واجهة تحية لشعران من سوريا الحبيبة للأستاذ بحر لوديسة طبعا شاعر المفضل لأستاذ بحر وللشاعر فلك الشام كمان لأنه ما شاء الله قلم ذهبي فأنا بحب تواجه لثلاث شعر بالتحية والشكر على الأداء اللي قدموه وأنا بدي كمان الفط النظر لشغلة الفريق اللي عم بيشتغل يعني كنت عبر لك تسعة عشر عمل لحد هلأ كل لياتهم هيدول الشباب اللي اشتغلوا كله عم بيشتغل تطوع وكله متل بقولوا باللحم الحي يعني احنا ما عنا منتج ما عنا بروديوسر ما كيشي هاد دعمة فتحية للشعرة وتحية طبعا أكيد للاستاذ حسان شكرون كمان كتب أغني لفرقة أرواد فالاستاذ علي الموسى وتواصله بالمبدأ بيكون مع الشعرة بيطرح الفكرة أو بتجي الفكرة من عند الشعرة لا حتى يروح من بعدها للتلحين والتوزيع الموسيقي المرحلة اللي بعدها بتجي خلص هو عمل اللي علاية كمرحلة أولى بتروح المقطوعة لعند مهندس الصوت بالستوديو وشباب الكرال بيكونوا نطرين وإذا كان عنا صالو كمان بيكون نطر فأنا هون كمان معلاش لو وجهت كم تحية لأنه بالنهاية من منبرك هون هاي دي فرصة لنوجه تحية لجنود مجهولين يستاهلوا والله يستاهلوا عم بيشتغلوا كل هاي الفترة فكمان نحنا اشتغلنا مع فرقة أنصار الله باليمن فتوحية لقلهم للإخوان باليمن وللأستاذ عبدالسلام لقحوم لأنه كمان يعني ما أثروا أبدا تحية أكيد لشباب بفرقة إزار تحية لصديقتنا تيتا وللأستاذ شوقي فارس كمان غنوا لأرواد فكل هيدا الفريق نحنا عم نحكي بفريق عبارة عن لا يقل عن عشرة، 12، 13، 14 شخص دايما جاهزين ودايما حاضرين لأي مهمة تطلب منه حتى ما كنا نسيت حضن ولا عالتا ما بحب سمي حتى ما أنسى حضن كمان ما بدنا ننسى بنت أخته للإستاذ علي الموسوي السيدة هناء الموسوي كمان عملت نشيد اسمه السياد المزال من الروائع اللي ممكن نسمعها لما بتخلص لما بتخلص مرحلة التسجيل ترجع للداتا بتروح لعند الإستاذ علي الموسوي بيعمل الميكس بيعمل الماسترينج وبيقول يتفضل يا إستاذ علي هيدا الأغنية صارت بين إيديك فرجينا شو ممكن تعمل ممتاز أما شوفت هالسلسل العمل الجماعي بيناتكم الكل والله جميل جدا يعني هالمراحل اللي تمر بيها الأغنية حتى تكون جايزة تشوفوها فيديو على اليوتيوب على كافة مواقع التواصل الاجتماعي لهنا تجي الفكرة تولد الفكرة معاك بالنسبة ليك أنت كمخرج أم أنكم معناها تحاولوا تتناقشوا شوية في الفكرة كيفاش العملية تم طبعا أكيد لابد يعني بالنهاية أكيد بنعمل براينستورمينج لأي عمل بدون عمل يعني مثلا بيحكيني الأستاذ علي بيقول لي بدنا نعمل هيك بدنا نواكب مثلا لما طلعت سمحت سيد حسن نصر الله حكي أول خطاب فأكيد هيدا كان مثلا هيدا يعتبر مفصل بهيدا بهيدا الفترة اللي مرأت بتعرف حدرتك كل العالم كان ناطرين شو ممكن يقول سيد حسن نصر الله فأكيد اتناقشنا أنه نحن شو بدنا نعمل أنه أكيد بنعمل شي فعملنا هاكم تلريل صغير فلاش صغير للخطاب هو بالأغلب هو رفع معنويات وزيد حماس وإلى آخره فالموضوع النقاش موضوع الدردشة قبل العمل أكيد الفكرة يعني طبعا تناقش قبل ما نروح على التنفيذ بس برجع أعيد وأكرر أنه عادة النهر الذي لا ينضب هو الأستاذ علي الموسى لأن دايما هو بيكون الصباق هو الفيونير بكلها لا أفكار لا والله هنيئا لكم بعلي يعني يعطيكم الصحة هي تجربة حلوة يعني على وعشرة سنين يعني على امتداد سنوات أنت وعلي وهذا هي الممكن اللي يخلى فم هاك الانسجام فمتني وتعطونا شغل ممتاز هذا المفيد رأي شوفت وقت اللي تشوف جمعها متفاهمين جروب مجموعة متفاهمين بنات بعضهم فتأكد أن اللي باش يطلع أي حاجة شغل من عندهم راه يكون على مستوى عالي طبعا أكيد بالنهاية الكامستري إذا ما كانت موجودة أكيد بالآخ بدو يطلع فيه خلل هلا أنا ما بيخفي عليك يعني أحيانا أنا وعلي منتقبر يعني منشلخ بعض بالآخير بس أنه طبعا كله خدمة ولمصلحة العمل أكيد طبعا هاي بتشيل هاي بتحط لا ما بدي شيل طب جرب كذا المهم يعني بيطلع أحيانا الأدرينالين بيطلع بس طبعا بالنهاية أكيد بيطلع بشكل إيجابي نحن نحكي الحد دي طبعا بالواجه الإيجابي نعم علي هم الأعمال ما شاء الله لا لا معاك الأعمال ما شاء الله يعني حتى العدد كبير بنسألها أمل أكثر عمل ممكن أثر فيك شدك أكثر عمل أي أغنية تحديدا بهاي الفترة أصدق لا لا الفترة هي سبعين يوم هذو ما والله إليك هلأ هني في عملين في عمل اسمه غزة يا جرح الطفولة هيدا غنا صديقنا الأستاذ علي رضا هو هيدا لأطفال غزة هو بالأساس لأطفال العمل كان لأطفال مجزة ردقانة اللي صارت سنة لألف وتسعين نعم كمان على أيدي جيش الكيان الصهيوني حبينا نجددها ونعملها لأطفال غزة فكمان رجعنا عملنا إعادة توزيع لأنه هيدا الغنية كتير إيموشنال بس أنا شخصيا أنا شخصيا بهاي الفترة أكتر عمل لفتني هلأ أنتو يمكن كتير نبسطوا بعلي صلياتك أي جدا بصراحة ما أقول للأمانة أنا صريح جدا علي صلياتك العالم كتير حبوها بس أنا برجع بإلك يعني أنا كعالي اشتغلت بس تسعة عشر عمل بهاي الفترة في نشيد اسمه السياد النزال أنا صراحة يعني أبهرني أبهرني هيدا النشيد أنا بحب كتير الإقاع اللي بيقولوله سبعة على تمانية وإستاذ علي الموسى وبيعرف أنا عداش تحبه فعادة بس بده يلمسني بيعمل نشيد سبعة على تمانية خلاص بيعرفنا أنه أنا رفعت العشرة وشو بدك بصير اللي بعد ما سمع السياد النزال أنا بنصحه يسمع السياد النزال لأنه من روائع فرقة إزار للأمانية جيد الفرقة هذه تشتغله وعملة بصمة وماشية أو حاليا